كتير بتسألني على موضوع المدرب الأجنبي الجديد للنادي الأهلي وخليني بس أقول لكم يا جماعة الأهلي مختلف والتجارب أثبتت كده هتقول لي إزاي هقولك إن إحنا جينا فترة من الفترات بعد رحيل لسارتي فناس كتير جدا أجزمت بعدد من الأسماء وناس كتير جدا اجتهدت وليهم الحق تماما في الاجتهاد نفيش أي مشكلة خالص الكل بيحاول يجيب معلومة وسبق وهي الشغلانة كده يعني فطبعا لهم كل الحق والاحترام والتقدير يعني في الاجتهاد لكن في نفس الوقت الاسم اللي ما كانش مطروح أصلا وإن الإعلام كله ما تكلمش عنه هو اللي جيه كان ساعتها مين؟ فيلر بعد فيلر نفس القصة محدش لحق حتى يجتهد إدارة الأهلي أعلنت على قرارها على طول أو عن قرارها على طول من خلال التعاقد مع موسيماني فالمرة دي من الوارد من الوارد جدا جدا إن حضرتكم أكيد متابعين عدد كبير من السيارة الذاتية في مختلف المواقع ومختلف البرامج وكله بيقول خلاص الأهل اقترب من فلان البرتغالي والأهل اقترب مش عارف من العلان الفرنساوي والأهل اقترب من مش عارف مين هتلاقوا اكتهدات كتير جدا لكن من الوارد خلي بالك بس من الوارد إنك تتفاجئ باسم ما تمش تدوله أصلا على الساحة الإعلامية وهو ده سيستم الأهل هم دايما أفلين على القرارات الهمة لزي دي زي مثلا فيما تعلق بالتعاقد مع اللاعبين ممكن فجأة تلاقي الأهل يتعاقد مع فلان تعاقد مع اللان لأن المفاوضات بتبقى أغلبها سرية رغم إن دلوقتي موضوع سرية ده بقى صعب فبالتالي دي حاجة تحسب للنادي الأهل في حالة التعاقد مع مدير فني محدش تكلم عنه في وسائل الإعلام المختلفة تمام فدي حاجة تحسب للنادي إن حتى في ظل السوشيال ميديا زمن السوشيال ميديا والإعلام وعدد القنوات والبرامج وكلام من ده محدش قدر يجيب معلومة بي المدير الفني الجديد كلها اكتهدات فحننتظر ونترقب وأنا وصل جدا جدا أنا من الناس اللي بصل في الحقيقة في المسؤولين عن كرة في النادي الأهلي بخصوص إيه؟ بخصوص قراراتهم ليه؟ لأن معظم القرارات اللي خدوها دايما محبش أقول كل القرارات لأن أكيد ممكن يكون فيه حاجات إيجابية وحاجات سلبية ده طبيعي في أي حتة في الدنيا لكن سلبية الأهلي قليلة قوي بصراحة فأنا واصل في الناس أنهم أختاروا المدير الفني الأنسب وبالمناسبة عشان حضرتكم تبقوا عارفين الأهلي مش ممكن يقول لك إيه أصلي فيه سيرة ذاتية جمدة قوي 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 فأنا هروح أجيبها وأتعاقد معاه لا ما بتمشيش كده في الأهلي الأهلي بيعمليه الأهلي بيحط عدد من المعايير اللي بناءًا عليها يختار المدير الفني المعايير دي أنا عايزها ودي اللي حتنجحني طب المعايير دي بتنطبق على مين تنطبق على فلان وفلان وفلان طب أنا أفضل فيهم ده رقم واحد والتاني ده ححطه رقم اثنين لو منجحتش مع رقم واحد والرقم ثلاثة ده ححطه لو منجحتش مع واحد واثنين هي الدنيا بتبقى ماشية كده منظمة مرتبة ومش اللي هو أنا بتعقد وخلاص يعني مثلا زي ما هديكم سهل عشان الدنيا تبقى أبسطها لكم جينا في الاتحاد المسل ريكورت القدم لما جينا نتعقد مع الكابتن إهاب جلال ففي المؤتمر صحفي أحد الزملاء الأعزاء في المؤتمر صحفي اللي كان خاص بتعيين الكابتن إهاب جلال كمدير فاني منتخب الوطن فأحد الزملاء الأعزاء الصحفيين أنا باحترمهم جدا باقدرهم يعني سأل المدير التنفيذ الساعتها اللي كان بيتكلم على المنصة يعني داخل قاعة الاتحاد فبيقوله إيه يا فندم المعايير اللي انتوا اخترتوا من خلالها الكابتن إهاب جلال قال له لا دي حاجات بقى خاصة بمجلس الإدارة وأنا أكاد أجزم أنه والله العظيم ما كانش فيه أي معايير ومش محتاج أن أنا أجزم بكده ده هي تصرحات الأستاذ جمال العلام نفسه قالك إيه أنا جبت مدير الماليات قلت له تعالى كده بعد إذنك قلنا فيه دولارات قال لكن فيه دولارات حلو فقاله خلاص نجيب الكابتن إهاب جلال هيا هيا دي معايير لا إذا الاتحاد المصري ما كانش عنده معايير لاختيار المدير الفني بالتالي كان الناتج إيه الناتج الوضع السيء اللي إحنا فيه بسبب مين بسبب اتحاد الكور حلو حلو الأهلي كده لا الأهلي لا يختار مدير فني بشكل يعني إيه يعني خليني نختار ألفاظنا يعني مش بشكل كده وخلاص تلقائي أو عشوائي عشان مصطلح يبقى صحيح يعني نعم ببقى فيه معايير وفيه متطلبات وفيه أمور مهمة جدا لازم أبقى عامل اعتباري عليها كمسؤول في النادي الأهلي أو كمسؤول عن كورة يعني وبناء عليها الرجل ده حينسبني حاسع للتعاقد معاه مش حينسبني لا حتى لو السيفي بتاعه جامد جدا فأول موضوع مسهل لكن أنا واثق في الناس أن هما حيختاروا المدير الفني الأنسل لا فيما يتعلق بالمدرب لأن الناس كتير جدا بتسأل من الوارد أن حضركم تسمعوا اسم المدرب في أي لحظة من اللحظات وما بقولش امتى وما عرفش امتى أنا معرفش امماش حفتي يعني أنا معرفش امتى لكن من الوارد أن احنا نتفاجئ بالمدير الفني ممكن قبل المطش بتاعه بكرة ممكن بعد المطش بتاعه بكرة الله أعلم فدي جزئية مهمة جدا عشان نقفل الحديث في الملف ده